فيه تقرير أو تقارير تقرير بيتكلم على هذا الموضوع نشرته شبكة أوراسيا ريديو العالمية قالوا إنه حسابات أبي أحمد في الصومال خاطئة وعليه إنه هو يعيد حساباته مجددا وقالوا إنه فيه دول زي كازاخستان منغوليا قرغيزستان أسباكستان تشاد مالي ودول كتير جدا زي يعني دول حبيسة في أفريقيا الوحدة حوالي 16 دولة حبيسة وكل الدولة حبيسة بتحاول تجد منفذ لكن بطرق قانونية وطرق تجارية مش طرق احتيالية ولا طرق حرب عصابات في كل أحوال التقريب بيقول إن إثيوبيا غلطت ويعني هتدفع التمن وقال المنطقة فيها مخاطر أخرى غير هذه التنافسات والصراعات داخل إثيوبيا نفسها في عندنا حروب أمهرة ورومو وتجري وحركة الشباب في الصومال والعالم في هذه المنطقة بينظر بارتياب شديد جدا على ما يجري في القرن الإفريقي لأنه مرتبط بكثير من الأمور المرتبطة بحركة التجارة العالمية طبعا السومال هتنجح في مواجد إثيوبيا ده سؤال بيتطرحه التقريب في المجلة اتقالوا آه فعلا في ناس بتدعم إثيوبيا في دول عربية ربما أو إخليمية بتدعم إثيوبيا وفي هذا الوضع أنه القانون هيجري مجرى وحطوا في التقرير أن مصر لن تترك الصومال ولن تسمح لإثيوبيا بسرقة أراضي الصومالية ده تقرير شبكة أوراسيا ريديو العالمية زي أقول تحققه قدام حضرتك وهو بيتكلم على هذا الأمر أيضا